اهلا ومرحبا بكم عزيزي المشاهدين وأنا ألتقيكم في علاقة جديدة برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي قبل أيام احتفلت السلطة في العراق بأحزابها وقواها كل قوى العملية السياسية ربما وشخصها بما قالوا عنه مرور مئة عامل تأسيس الدولة العراقية وكان من الغريب عند الناس عند أهل العراق بالذات أن يقوم من أسقطوا الدولة من ما زالوا يرقصون فوق جثتها من أسقطوا مؤسساتها من خربوا كل شيء وما زالوا يخربون يقومون بالاحتفال بتأسيس الدولة العراقية بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية طبعا هم اختاروا يقولون اختاروا يعني ذكرى تنصيب جلالة الملك رحمه الله فيصل الأول على عرش العراق اللي نصبه في يوم 23 ثمانية آب 1921 نصبه ملكا على العراق في ساحة القشلة في بغداد قالوا أن هذا التاريخ هو من نحتفل به ومرت مئة سنة من تأسيس الدولة العراقية من عام 1921 لغاية 2021 الآن الحقيقة يعني الكثير من المحسوبين على الإعلام وبينهي الألعين من يدعون الثقافة من يدعون الكتابة والعلم بغض النظر عن هذا الموضوع لكن هم تقودهم يعني أديولوجيات بائسة ومريضة ورثة تقودهم إلى الكتابة بطريق أو التصريح بطريقة وبأخرى خارج المنطق وخارج العقل وخارج الحقيقة بعض من هؤلاء من يدعمون السلطة وتحدثون بلغة وبأخرى يحاولون رمي الكرة في ملاعب الآخرين أو رمي التهم عن واقع رث من عام 2003 لحد الآن واقع كارثي حدث بالعراق يحاولون أن يرموا الكرة يرموا الأسباب يرموها إلى اتجاهات أخرى يعني هؤلاء ربما البعض من هؤلاء وقرأت لبعض من هؤلاء أحدهم يقول أنه من عام 1921 إلى عام 1958 يعني يقول هو لماذا نحتفل بهذه الدولة لا شيء اسم الدولة يعني مثل ما قالت بريطانيا أنه هذه الدولة شنو هذه الدولة بالعراق يوم محتلوا العراق هذه الدولة الأمريكان قالوا قالوا بريطانيا هي اللي سوت هذه الدولة قصوا لسق لسقت بيها وهذا مواقع الحال والبعض من هؤلاء السياسيين الذين يحكمون العراق الآن تلقفوا هذه الكلام ليرددوه مثل الببغاءات حقيقة بطريقة وباخرى يسيئون فيها للعراق والعراقين والعراق بلد الحضارات بلد التاريخ بلد المنجزات ولا بلد في الدنيا مثله ولا شعبه مثل شعبه حقيقة لكن هؤلاء أسألوا لكل شيء لماذا لا يسيئون للتاريخ ولمكانة التي عليها العراق والعراق وأهله المهم هذا تحدث قال من عام ١٩١ تأسيس الدولة العراقية لعام ٩٥٨ ذكرى ثورة ١٤ توموز قال أنه حكم العراق ملك حجازي العراق حكمه ملك حجازي وسياسيون نصفهم على إنجليز ونصفهم على إرمان وشرفاء منهم لا صوت لهم لا أعرف من أين جاء بهذه التوصيف التي تحدث عنها هؤلاء الذين لا صوت لهم والذين كانوا جزء للإنجليز وجزء للرلمان هؤلاء أقول له وأقول لمن لا يعرف وأهل العراق يعرفون أن هؤلاء طوال من عام ١٩١ لغاية ١٩٥٨ بنوا الدولة أسسوا الدولة العراقية الحديثة هذه الحقيقة وهذا الملك الحجازي الذي يتحدث عنه مفيصل الأول هذا كان عراقيا أكثر من العراقيين هذا هو من وضع اللبنات الأولى لتأسيس الدولة العراقية لمؤسسات الدولة ووضع ركائز الدولة المالية والإدارية والاقتصادية والثقافية والعسكرية وقام نظاما تربويا وعدليا واقتصاديا وماليا رفيع المستوى هذا هو واقع الحال وتأسس الجيش في زمنه ورعاه هذا الجيش الوطني العراقي بغض النظر عن رأي البعض لكن جيش العراق كان ليس مثل حال هذا الجيش بغض النظر عن شكله هو من جعل العراق هذا فيصل الأول يتحدث عنه ملك رحمه الله الملك الحجازي هو من جعل العراق دولة مستقلة عام 1922 البريطانيين كانوا يضغطون على الحكومة العراقية وكانوا يضغطون على الملك فيصل الأول يوقع على معاهدة معاهدة تقيد العراق سنوات طويلة تحت الانتدام البريطاني لكنه كان يرفض وكان المندوب السامي البريطاني في غاية الغضب عليه كان يجتمع مع قادة المعارضة في بيته سربا بالليل كان يجتمع مع أعضاء في البرلمان وطنيين قوى وطنية في البيت عنده في البيت في الليل ليحرضهم ليخرجوا بتظاهرات ضد هذه المعاهدة ويقفوا في البرلمان في مجلس الأمة ويقفوا ضد هذه المعاهدة هذا هو فيصل الأول هذا الذي أدخل العراق إلى أصبت الأمم المتحدة عام 1932 وجعل العراق دولة مستقلة بغض النظر عن أن بريطانيا التي كانت تحكم العراق هي أقوى دولة في العالم كانت دولة رقم واحد في العالم في زمانة بنية الجسور محطات السكك السدود المصانع في عام 1949 كانت ميزانية العراق ثلاث ملايين دينار ثلاث ملايين دينار عراقي عندما تدفق النفط بعد ذلك في عام 1951 1952 زادت ميزانية العراق وفي عام 1950 قبل ذلك أسسوا ما يعرف بمجلس الأعمار لكن لم يستطيعوا أن يبدأوا بتنفيذ خطواته ورؤيته إلا بعد أن زالت موارد العراق وصارت موارد العراق نحو 50 مليون دينار في ذلك الوقت من مواردات النفط بدأوا بالمشاريع بنو السدود وعمروا البلد وكان النهوض بالواقع العمراني الاقتصادي والصناعي رفع مستوى معيشة الشعب من خلال إيجاد الفرص العمل ومشاريع فرص عمل توفرها المشاريع وبنوا في ذلك الوقت لنتذكر بس فقط قليلا بنو سدود كثيرة منها سد وبحيرة الثلثار سد الرمادي وبحيرة الحبانية سد دوكان سد دربانديخان معامل السمنت معامل الطابوق معامل السكر النسيج والنفط والغاز ومحطات الطاقة الكهربائية هذا كل بنوا في ذلك الوقت وأسسوا لبناؤه وبدأت المدارس ينشطوها و بنوها رعاية كاملة اعتنوا بالمشاريع اعتنوا بتسليح الجيش بتدريب الجيش بزيادة قوة الجيش بنوا استقلال العراق وجاء عام 58 للي يقول هو من 58 إلى 68 حكمه ثلاث ضباط يحكم ثلاث ضباط بالدم والسحل والتعذيب بغض النظر عن رؤيتك لكن أقول لك في ظل هذا الذي تراه أنت ويراه البعض يعني لكي يرمو الكرة في غير ملعبها يعني لكي يرمو التهمة بعيدا عن من يحكمون العراق الآن في ذلك الوقت استمر البناء و استمر التقدم في العراق و بنية مصانع و بنية مدارس و عبد الطرق و بنية السكك حديد و بنية السدود مائية و الزراعة تطورت و قوانين و بنية العراق على أسس صحيحة و بدأ استقلاله يثبت وسيادته ثابتة و من عام 68-2003 يقول حكم حزب البعث و صدام حسين وهذا ليس دفاعا لا عن نظام جمهوري ولا نظام ملكي ولا أي شيء لكن واقع الحال نتحدث عن واقع حال استمر البناء بنية الجامعات و المدارس و كل النهضة و بنية مدن و بنية سدود و شوارع و عمرت البلد و مصانع و تخلص العراق من الأمي و من أمراض كثيرة هذا كل منجزات دمرت بعد عام 2003 و يقول عام 2003 إلى نهاية سائبة من عام 2003 العراق فريست الإرهاب و الفساد من جاء بالإرهاب و الفساد ليقول لنا ما هذه هي الصورة التي يجب أن تشرح للناس يجب أن يقال كيف 83 سنة بنية العراق بأي أموال و كيف هددت أموال و سرقت أموال و من حكم العراق و من هم الأجراء و كيف تعاملوا مع العراق و العراقين هذا يوقع الحال ربما وقت هذه الحلقة لا يكفي سأترك الحديث إلى حلقة أخرى لكي تكون الصورة أوضح إلى ذلك الحين استودعكم الله و السلام عليكم اشتركوا في القناة